اسمه سمك البرش أوروبي المنشأ وله خصائص ومذاق الأسماك البحرية رغم كونه يعيش في المياه العذبة البرش كومين تعتبر من أكلة لحومين يأكل سمك الحوت لأكل الحوت وبالتالي المذاق تعوه سيكون مختلف على سمك الشبوت على الأسماك الأخرى تنمية العذبة هذا هو الهدف من التركيز الذي رأنا مركزينه على هذا النوع من الأسماك مذاق تعوه رغم يشبه الأحد بعيد نسبة تقريبا 95% مذاق تعوه أسماك مياه البحر هذا النوع النادر بالجزائر يعيش حصرا بسد بريزينا جنوب ولاية البيض أين نزلت بعثة من ولاية الصيف لصيده ونقله إلى سدود الولايات الشرقية اليوم أنا متواجدين هنا في سد بريزينا من أجل استياد نوع من الأسماك الذي يتواجد حصرا هنا في ولاية البيض من أجل نقله لمركز ومحطة الصيف بهدف تفريخ قيام بعمل التفريخ الإصطيناعي والقيام ببعض التجارب العلمية بعدها سوف نقوم بنقل صغارة الأسماك إلى كامل السدود والحواجز المائية المتواجدة في الجهة الشرقية العملية تكتسي طابعا علميا واقتصاديا يستهدف تطوير تربية المائيات واستزراع الأصناف النادرة والقادرة على المنافسة في السوق السمكية وطنيا ودوليا